ثلاثة ديال الحوايج إذا ضبطتهم تقدر تحدد مجموعة تعريف ديال أي دالة كيفما كانت أولا المقعم ديال أي كسر مخصوش يكون كيساوي الزيرو ثانيا داكشيلي في الدخل ديال الجدر الزوجي خصوش دايما يكون أكبر من أو يساوي الزيرو ثالثا داكشيلي في الدخل ديال لغاريت مخصوش يكون دايما أكبر قطعا من الزيرو أنا أعطيكم مثال واحد مجموعين فيها ديال الحوايج بثلاثة أفل X كتساوي ألين اللي هي لغاريت مني بيري متع X زائي الثمنية مضربة في الجدر مربع ديال 22 ناقص جوج X الكل على X ناقص جوج عامل X زائي الثلتاش نبدأ بالجدر مربع يعني الشرط ثاني في الشرط اللي أعطيتكم قلنا أن داكشيلي في الدخل ديال الجدر مربع خصوش يكون دايما أكبر من أو يساوي الزيرو ثانك غنهزدك 22 ناقص جوج X وغندير حداها أكبر من أو تساوي الزيرو غنحسب هاد المتراجحة غتعطيني أن X أصغر من أو تساوي 11 يعني أن X ستنتمي للمجال المغلق ناقص ما لا نهاية 11 قبل ما تكمل هاد الحلقة خصوش تشوف الحلقة اللي قبل لي على المجالات باش قدر تتبع معي في هاد الفيديو غندوز للغاريتم يعني الشرط الثالث في الشروط اللي أعطيتكم قلت لكم أن داكشيلي وسط اللغاريتم خصوش يكون دايما أكبر قطعا من الزيرو غنهزدك X زائد 8 وغندير قدامها أنها أكبر قطعا من الزيرو غنحسب هاد المتراجحة غتعطيني أن X أكبر قطعا من ناقص ثمانية يعني أن X تنتمي للمجال المفتوح ناقص ثمانية زائد ما لا نهاية مرة أخرى أرجع أشوف الحلقة ديال المجالات باش تفهم كيفاش تنحول من شي لشي حتى لذا بلقيت أن X كتنتمي لجوج مجالات وبالتالي خصني نشوف فين هاد المجالات تتقاطع مع بضياتهم غنهز ديج مجالات الللي لقيت وغندير قلياتهم هاد أئمة قلوبة اللي هي الرمزة للتقاطع أو الانتقس leave التقاطع تعني أنك خسك تشوف الأعداد الللي كانين في المجال الأول وفي نفس الوقت يكونوا حتى في المجال الثاني الأعداد الللي كانين في المجالات بوجوج هنا هي هوما الأعداد من ناقص ثمانية بحيث أن ناقص ثمانية ما داخله وجبقه طالع طالع حتى توصل لś with an Xで بحيث أن ناقص ثمانية داخله في المقام هنا عندي عوامل X-JUJ X-13 لذلك هذا الجوش يجب أن يكونوا خلفه الزيرو وبالتالي سنكتب X-JUJ تخالف الصفر و X-13 تخالف الصفر سنحل الجوش معادلات كيف تحل المعادلات العادية بالنسبة للX-JUJ تخالف الصفر ستعطيني X تخالف الجوش وبالنسبة للX-13 تخالف الصفر ستعطيني X تخالف ناقص الثلتاش المجال اللي القناب التقاطع هو ناقص ثمانية أحداش لذلك ناقص الثلتاش ما دخلش فيه أصلاً وبالتالي سنقوم بحل ما كيناش سيبقى عندي X تخالف الجوش و الجوش عندي كين في ذلك المجال لذلك سنهز هذا المجال اللي هو ناقص ثمانية أحداش وسنحيد منه جوش يعني سنقوم بحل نقطة خاوية في بلاسة الجوش وهاني لقيت مجموعة التعريف في الكتابة سنكتب بحل هكا لمجال ناقص ثمانية أحداش وسنزيد حدها صلاش مقلوبة واللي تتعني ناقص باللغة المجموعات وسنضير حدها جوج ما بينجوش حاصرتان بمعنى مجموعة مكونة من مالة نهاية من الأعداد اللي ما بينناقص ثمانية أحداش نقصنا منها مجموعة أخرى فيها غير عدد واحد اللي هو جوج خدمو تمرين خرب حلقة وصفتو مني في الإيميل المكتوب هنا أو في التسكريبسيون ونصحو معكم إن شاء الله تعالى وإلا باللي شي تمرين في شكل وزوي ون ندير عليه حلقة بوحد ايجو